طبعاً بقالنا كام يوم في موجة حر صعبة جداً الجميع بيشعر بيها درجات الحرارة في مصر بتتجاوز الاربعين درجة في شكل غير مسبوك في فصل الربيع يمكن بتوصل كمان لخمسة واربعين وخصوصاً في بعض المناطق في صعيد مصر ده في وقت يمكن الناس كلها بتشتكي من هذا التقس والجميع بينصح أن احنا يعني بنحاول أن احنا ما نتعرضش فيه لأشعة الشمس بصورة مباشرة كل الدكاترة كل الأطباء بنصحوا الناس أن هي تحاول تنجز مشاويرها قبل ساعة 12 ظهراً حيث يعني سطوع الشمس بشكل كامل بشكل رأسي أو بعد الساعة خمسة بتكون يعني أشعة الشمس خفت شوية وممكن لاحظنا ده بشكل كبير جداً مبارا أكيد مصطفى يمكن الموجة دي حنلاقيها مكاملة معنا كمان كام يوم وده لآخر الأسبوع عشان كده فعلاً لازم نحاول كلنا ناخد بالنا أنه ده ما يأثرش على صحتنا نحاول نشرب مياه كتير قد ما نقدر عشان ما نتعرضش للجفاف ولو عندنا مشوار الظهر ممكن نأجله لآخر النهار والناس اللي شغلها في الشارع ممكن تحاول تلبس كاب وتختار بكان ضلة ربنا يعيني الناس على الحر ده حقيقة مهم جداً أن زي ما قلت لك كل ده بيحصل وإحنا لسه فاصلة الربيع يعني رسمياً يا جماعة إحنا ما دخلناش الصيف إحنا لسه مخلصين فصل الشتاء بكل ما فيه من سقيع وكل ما فيه من رياح وكل ما فيه من برودة مفروض مفروض يعني وإمكان إحنا آخر جيل يعني حسينا بدا أن الوقت ده بيبقى فيه حاجة اسمها نسمات الربيع المناخ فيه بيبقى معتدل الشجر فيه بيبقى مزهر الدنيا فيه بتبقى جميلة لكن الواضح أن الطقس في العالم كله مش في مصر تحديداً يعني أصبح غير متوقع درجات حرارة غريبة جداً شفنا القارة الأوروبية اللي هي دايماً بتبتسم بالسقيع وبالبرودة بتحصل فيها موجات حرارة شديدة شفنا الصين اللي كانت فيها حرارة شديدة بيحصل فيها موجات سقيعة ويمكن في مصر هنا بنشوف موجات حرارة غريبة جداً درجات حرارة عالية جداً ما كانتش بتحصل أصلاً غير في زروة فصل الصيف وما كانتش بتيجي أيضاً بالشدة دي لو نفتكر يا من احنا شايفين أن فيه تغيرات مناخية بقالنا فترة بنتكلم عن الموضوع ده يمكن أكتر من كذا سنة لكن المفروض يكون فيه مشاركة قوية أكتر من كده من المجتمع الدولي عشان نقضي نواجه ظاهرة اللي بتأثر على العالم كله وإحنا زي ما مصطفى كان لسه بيتكلم بقينا بنشوف ضواهر جوية عندنا في مصر ما كناش متعاوزين عليها يعني الفترة اللي فاتت كنا بنلاقي مطرة مع حرارة وجو يكون حر وفي نفس الوقت بنلاقي مطرة وغيرها يعني حاجات احنا ما كناش متعاوزين عليها خالص ربنا يسلم إن شاء الله جاي بأحسن إحنا بناخد بالنا جدا وفي خطوات كبيرة خدتها الدولة المصرية يمكن أخرها كان أو يمكن كان تتوجها مؤتمر كاب 27 اللي اتكلمت فيه مع العالم كله عن التغيرات المناخية واتكلمت وطالبت المجتمع الدولي بأنه يقوم بالتزاماته فعلا تجاه القضية تغير المناخ ودول الكبرى فعلا تقدر تتحمل أكتر بسبب هما يمكن أكتر ناس اللي تسببوا في أزمة التغيرات المناخية